بعض الناس كنت بتقولك إن جوزيه حازم قوي وديكتاتوري في كل شيء احكي إن أنت مع جوزيه قبلك إزاي لا يعني مستر مانو الأول ما قابلني في ألمانيا قال لي أنت طبعا عارف إن أنا اللي طلبك قلت له آه طبعا أكيد أنا تقلي إن حضرتك اللي طلبني قال لي أنا بحبك جدا فعايزك هنا تكون اللي أنا شفته يعني سيد معوض اللي أنا شفته ما تبقاش واحد تاني لأن فيه لعيبة برضو بتجي من قندية جوء وبتجي النادي الآلة فبتلاقي المستوى بيتغير زي ما حضرتك قلت الرهبة طبعا طبعا الموضوع لأجواء مختلفة تمرين نفسه آه ضغط مختلف آه فلا يعني الحمد لله أنا دي ما كانش عندي آه في الأول كان عندي صعوبات إن أنا أعدت مثلا 3 أو 4 شهور كنت لعيب بديل مش لعيب ستاندين في الأول إن كنا أنا وجلبرتو قعدنا سنتين مع بعض ما خفتش من جلبرتو كان بيلعب أساسي وراجل محترف وبتاع وإنت جاي عليه إن ممكن تلعب ماتش ممكن بتلعبش ممكن هو متقلق وهو كان متقلق لعيب كان جامد قوي من أحسن لعيبة اللي جات في تاريخ النادي الآهل بالزبط كده بالزبط فأنت ما خفتش من حتة دي؟ لا ما كانش عندي آلأ من الحتة دي لأن إحنا بدأنا نلعب مع بعض يعني هي كانت فيه تجربة إن أنا ألعب أنا وجلبرتو وبدأ يلعب في نص الملعب؟ وحتى بدأت تتغير شوية أهم حاجة يبقى إحنا الاتنين موجودين مع بعض بس دي ما نجحتش تماما يعني يعني دي كان بالحب يوظفكم فيها شو زي عشان يستفيد من إننا إحنا الاتنين فدي كانت صعبة جدا فما نجحتش فبقى الإختيار جلبرتو مثلا بيلعب بالنسبة سبعين في المية وأنا بيلعب بالنسبة تلاتين في المية وكان جلبرتو دي كان الأيام الأخيرة بتاعته؟ يعني السنة بتاع مستر منويل اللي بعدها السنة بتاع كابتا حسين البدري اللي أنا بدأت بقى يعني أنا لعبت مع مستر منويل أول 3-4 شهور كنت لعيب احتياطي بعد كده أنا اللي بلعب بعد كده السنة بتكابتا حسين ما أنا اللي بلعب معظم المطشات بعدها جلبرتو ميشي من النادي بس أنا وهو كان فيهم نفسها كابتين بتتكلم إن إحنا كنا مثلا كل توقف دولي زي دلوقت كده هو يروح منتخب أنجولا وأنا يروح منتخب بص فعندك اتنين اللعيبة بلعبه في مكان واحد اتنين دوليين طبعا فالمنافسة بالنسبة لك كانت حلوة جدا المنافسة دي ده ده حافز ليك آه يعني أنا ده أنا حصل معنا كلنا آه عاوز تلعب لازم تموت نفسك بك هي دي ما انت قلت كلمة في الأول اعمل لعليك واسيل باقي على ربنا سبحانه وتعال فذل اللي كان بيحصل وكانت منافسة مهمة جدا كانت بتعلم من مستويه أنا أنا كنت بتعلم من جلبرتو وهو نفس الكلام لان هو كان شايف حد برضو قدامه احنا الاثنين بتعلم مع بعض بالنفس بعض بشكل قوي والجدع يشيل بقى بس وكانت بتحصل كده مطشاط ومطشاط لحد ما هو يركب فترة أنا أركب فترة فهي النقطة انت حضرتك قلت على حسب الظروف والتوفيق فالتوفيق جامعي آخر فترة فأنا اللي كملت عشانت عايز طيب اتقال خصة كده فما عرفش ايه صحتها ووردو عاد عرفها منك ان النادي الاهلي اللي ساعدك وراح وديك تركيا ورجعت من تركيا على النادي الاهلي والله كانت ان انا قلتها حوالي عشر تلاف مرة قالها بين 200 الف مرة اوه والناس ما بتصدقش يعني انا انا سفرت تركيا والله بعيدا عن النادي الاهلي تماما النادي الاهلي ما كلمنيش بعد ما خلاص انا قررت ان انا عايزة ارجع مصر وحتى كان وقتها وكان رجوعكم يولك اصل للاهلي والنادي الزمال مفيش اي حاجة لان مفيش يعني بمعنى اصلاح الناد الايلي مش هتطلعك ست شهور ويراهن عليه انت ممكن تتعور اكدت انه كيه طبعا يعني اصلا يعني انت كده بتشتري الهوى فهي الموضوع لا انا الموضوع ده ما حصلش تماما انا خرجت وانا في كاس الامم جالي عارض من نادي فوافقت عليه ورحته شو باكر الصورة دي الصورة دي مطش الدوري 2008 2008 2008 يعني لأ من بس وقعت ان احنا كجيل علاقتنا وبعض قمان peorke كيرة عالية اوي اوي واي والعلاقات الشخصية والعلاقات الانسانية ما بيننا كتت حلوة يانا انا وقل بيرتو بنفس على مكان واحد واصفنا انا بيحب بعض بيحب یقرى مش بيحب ان يقرى هو ليه تعملات مختلفة كان شديد مع اللاعبين كان شديد مع كل اللاعبه يعني انا في فترات احسى انه هو بيحبك جدا وفي فترات احسى ان هو ضدك فانا حسيت الاحساسين هل بيغير من النجومية بتاعت اللعبين لا هو ما بيغيرش من نجومية اللعبين بس هو ما بيحبش اللعيب اللي يضغط بالجمهور يعني مثلا لعيب لو قام سخن وجمهور قاعد يندع عليه قبل ما يعني الجمهور مثلا نذهل كابتا مصطفى قبل ما سخه هو مش هيقوام وسخ ما انا عارف انا عارف مش هغيره مش الجمهور اللي هلاعب لعب بس فهي دي نقطة كانت موجودة فيه انما هو من اكتر الناس اللي الواحد يتعلم منها شخصية كبيرة جدا شخصية بتعلمك الموقف اللي هو بيعملها يعني بيعرف تعمل معك بشدة امتى بيعرف يعني تعمل معك بشكل كويس امتى انا حصل معايا موقفين احداد نفسي كمان اه لو واحد تاني انا جالي فترة برضو بعد تلات سنين جوا النادي حصل موقف مع مستر مانول عدت تمنت سنين في النادي عدت ست سنين ست سنين منه بتلات سنين مع مانول جزي مانول جزي سنتين وكبت حسين بدري وكبت محمد يوسف مراحل مستش حد يا سيد الحمد لله